وكلام على لعبتنا وكلام كتير على جهزية رضا سليم وعلي معلول هل من الوارد أنا في ظني وفي تقديري دي مش معلومة في ظني أو في تقديري ممكن احتمالية مشاركة علي معلول رضا سليم بعيد عن الصورة يعني نتمنى نتمنى أنه يكون جاهز على كاس العالم أتمنى شخصيا رضا واحد من الأوراق المهمة جدا جدا وهو يمكن زي ما قلت حالتكم بدأ للتدريبات التأهلية والتدريبات الجماعية هيخش فيها بشكل تدريجي بعيدا عن قصة الالتحامات الرجل كان عنده كسر في الترقوع بالتالي إصابة مش سهلة ونتمنى له طبعا أنه هو يكون موجود معنا أو يكون جاهز إن شاء الله قبل المشوار كاس عامنا عنده علي معلول هاخد على أشعة أو لفحص طبي هو كان اشتكى من شد في العضلة الخلفية قبل حتى مباراة الجونة وبسبب نفس الإصابة دي يمكن ملعبش المطش دا وما تمش استدعاءه المنتخب تونس وتحط له برنامج علاجي وتأهيلي وهيقضى لفحص طبي هيتحدد على أساسه مدى إمكانية أن يكون مع الأهلي في مباراة ميديامة من عدمه ولكن أعتقد أنه الأفضل طبعا عندي وجهة نظر جهاز فني في الأول وآخر قرار ميستر كولر إنه ما يغمرش بلاعب بقيمة علي معلول وأعتقد أنه كريم الدبيس بيتهيالي بأمطم من الجمهور الولد الحقيقة من بداية الموسم كل المباراة اللي ظهر فيها كان مؤثر وكان فعال وأعتقد أنه هو كان واحدة من أهم الإضافات لسكواد الأهلي السنة موسيقى